من الحوزة الدينية الى ميدان المعارك فاروقت السياسة استطاع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ان يكون رقما صعبا لا يمكن تجاوزه في المشهد العراقي ورث مقتدى عن ابيه رجل الدين محمد صادق الصدر قاعدة شعبية كبيرة كانت سندا له في تشكيل فصيل مسلح باسم جيش المهدي عام 2003 قاد به مواجهات ضد قوات الاحتلال الامريكي كان ذلك في عهد اول حكومة في العراق بزعامة اياد علاوي الحضور العسكري شكل للرجل دافعا الى دخول العملية السياسية حيث شارك تياره في الحكومات المتعاقبة منذ عام 2006 قبل ان يعود الى المواجهة المسلحة ضد رئيس الوزراء نوري المالك عام 2008 مواجهة انتهت باتفاق تمخذ عن اعلان الصدر اعلنت كتلة التيار الصدري لاستقالة من البرلمان استجابة لدعوة زعيمها خطوة اخلت عشرات المقاعد في البرلمان للاطار التنسيقي الذي اعلن اسم محمد شيع السوداني مرشحا له لرئاسة الحكومة وهو ما اغضب انصار الصدر ودفعهم الى اقتحام البرلمان زعيم التيار الصدري الذي تمسك بما اسماه حكومة اغلبية وطنية انتقل الى مرحلة جديدة حيث وصف الاحتجاجات الاخيرة بالثورة العفوية وتوج مواقفه بدعوة غير مسبوقة الى احداث تغيير جذري في النظام السياسي للبلاد